تمكنت الفرقة الإقليمية الدرك الوطني بصالح باي أثناء قيامها بخدمة سد مبرمج من طرف قائد المجموع الإقليمي الدرك الوطني بيستيف على مستوى الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين ولايتي سطيف والمسيلة من توقيف جرار طريقي نوع رونو مقتاد من طرف سائقه عين قاف البالغ من العمر 43 سنة بعد التأكد من وطائق الجرار وبعد تفتيشه عطر على كمية معتبرة مادة زيت المائدة مقدرة بـ 3360 دلو 5 لتر الفاتورة غير متابقة على الفور تم حجز البضاعة وتسليمها إلى مصالح التجارة المختصة إقليميا الفرقة الإقليمية المختصة تحقق في القضية